خنج الحواجيز البيت الشيعي والانتخابات المبكرة عندنا انتخابات بنوعين انتخابات مالكية الشكل يريدها السيدة بسراء المالكي بسرعة ومستعجلة بشكل يعني بكل تفاصيلها مع تعديل قانون الانتخابات الى خمسين دائرة وربما اقل من خمسين دائرة وعدنا انتخابات سودانية الشكل اللي هي يقول السيد السودان انا مستعدة اصوي لكم انتخابات مبكرة بس مو بهذا الاستعجال اللي يريدها السيدة المالكي لا ممكن قبل شهرين ممكن نوعدها قبل أربعة شهرين نوعدها طبعا هي ماكوش اسمه مالكي سوداني وإنما لطار التنسيقي بغالبيته هو ليس مع الانتخابات المبكرة باعتبار أن الانتخابات المبكرة في كل العالم لازم لها أسباب حتى تروح بتجاه الانتخابات المبكرة هذا أولا أنا سبق وأن جاوبت في رمضان الماضي أن الانتخابات المبكرة مستبعدة فنيا يعني مو فنية فنيا فنية ليش؟ لأنه إحنا إلى الان المفوضية لدينا مدتها القانونية انتهت تم تمديد إليها إلى شهر الواحد حتى شنو؟ حتى تشرف على انتخابات قرين كردستان في شهر العاشر فإذا إحنا ما عندنا مفوضية تسوي لنا انتخابات لازم إحنا نروح إلى اختيار نمددها؟ حي خلصنا منها؟ لا صعب أنه نسوي انتخابات جديدة بإنفس هذه المفوضية الصدريين ما عندهم مشكلة بهذه المفوضية إحنا صعب أن نسوي انتخابات في نفس هذه المفوضية لأنه ما معقول يتمدد لمفوضية سنتين ونص تصير يعني too much over فلذلك احنا راحين الى انتخاب مفوضية بس المفوضية وفقا للزمن اعتقد راح يكون راح يكون مفوضين قضاة ايضا فانت احسب لا متعتقد هذا الاتفاق راح يجون ايضا قضاة ما صار الاتفاق ايضا عندنا جملة طروحات وكتبت احنا في السنة الماضية سنة الماضية راحنا الى مناقشة قانون المفوضية وبالتفصيل عن القضاة بعضهم اقترح وكلاء وزراء يجون يأدون مهمتهم اربع سنات يرجعون وكلاءهم الوكالاتهم بعضهم اقترحهم ورأساء جامعات يأدون مهمتهم يرجعون الى جامعاتهم وكذا فاقول احنا ذا جينا الان اذا من الان راحنا حتى ننتخب مفوضية يريد انه في ست شهر الله نكمل المفوضية حينما تأتي كاملة الصلاحية تريد من ستة لثمانية أشهر يسمونها عمليات عمليات المفوضية شهر لطبع الأوراق شهر لتحديد الأرقام شهر للإعلام شهر للتسجيل موعدها ما راح تقدر تسوي لا باعتبار القانون يفرض علينا لازم 45 يوم قبل 4 سنوات التقوية للمجلس النواب تجري الانتخابات دستوريا وستتجاوز على الدستور هناك ستتجاوز على الدستور اذا تجاوزنا 26-11-2025 لذلك انا اقول لك فنيا شون تتعاملون قانونيا مع وجودها بالبرنامج الحكومي لا البرنامج الحكومي تجري حمى الأوجه هذا النص حمى الأوجه الانتخابات تجرى انتخابات مبكرة خلال سنة بس ما تحددت الانتخابات انتخابات بلد محلية وانتخابات فدرالية أو اتحادية لذلك انا اجرينا الانتخابات خلال سنة اجرينا الانتخابات مجالس المحافظات فوفينا النذر بعد نذرنا الثاني على نهاية الـ 25 اما القانون فصعبكم زعلان منو الحج بصران؟ لا سيد مقتضى الصدر جاء السيد مقتضى الصدر اخذ قراره المبني على معطيات هو يحددها سماحة السيد في عام 2022 وهو لم يشكله حكومة الأغلبية فهو يخرج خارج الحكومة وخارج التنفيذ السياسي حتى التنفيذ السياسي النيابي اما الانتخابات القادمة فنحن دائما ما ندعو سماحة السيد واليوم ندعو وفي كل يوم سندعو السيد الصدر والاخوة في التار الصدري هم مكون أساسي ليس في العملية السياسية مكون أساسي في الواقع الاجتماعي لا نخشاها